في وقت أعلنت فيه قيادة العمليات المشتركة العراقية مسؤولية تنظيم داعش الإرهابي عن الاستهدافات المتكررة لأبراج الطاقة يتوصل مسلسل انقطاع التيار الكهربائي ما أدى لتظاهرات حاشدة وسط وجنوب البلاد حيث يطالب المحتجون الحكومة والمسؤولين بإيجاد حل للأزمة موضوع الكهرباء أصبح موضوع مميل لدى الشارع العراقي ولدى المواطن العراقي يعني ما معقول إحنا بالقرن الواحد والعشرين ونحشي كهرباء يعني سمون طاعة السنة صار لهم ما قدروا أي وزير أي حزب قدر أنه يسوي ووفر كهرباء وبينما أعلنت خلية الإعلام الأمني عملية موسعة في محافظة نينوى التي شهدت تناميا في العمليات التي استهدفت محطات الكهرباء وخطوطها أكدت وزارة الكهرباء أنها تعمل بجهود استثمائية لإصلاح الخطوط المدمرة وإعادة هيكلة البنى التحتية هناك استهداف للأبراج وهذا دليل واضح على أن هناك يد تخريب تعمل على عدم النهوض بهذا القطاع وتعمل على دعم المستفيدين من شراء الطاقة الكهربائية من خارج الهدود أزمة مستعصية ليست فقط على حكومة الكاظمي وإنما على كل الحكومات التي مرت على العراق غير أنها هذه المرة بدأت في وقت مبكر من الصيف بسبب الفساد والاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة والتي كان آخرها استهداف خط كهرباء ماء الكرخ في بغداد